في كتير اشياء للأكل أو حليب ما عم نقدر نقمن لهم ياه ولا ولد من ولادي من مدرسة مؤلل حكيمة اللي حيتوصل لوقت ما بقع حياخد المهدق على جسمك ما هو بقع حياخد نتيجي يعني بحلقة الليلة من بقلب الأحياء أحياء خلال شهر رمضان مبارك راح نشوف عائلة بسن الفيل ملف من ثمان أشخاص كارلوس ومرته روز وولادهن السدة ساكنين ببيت حالته صعب كتير مثل اكتار اليوم مكسورين على أجاره كارلوس خسر شغله بانفجار مرفق بيروت وحاليا قاطل عن العمل صار له عشرين يوم بلدوه بسبب وضعهن المعيشة أما روز بتعاني من كتير مشاكل صحية وهي بحاجة لعمليتين ضرورية غير المشاكل الصحية اللي بيعانوا مننا الأهل دانوا من ولادهن كمان بيواجهوا مشاكل وللأسف الولاد بعد ما راحوا عالمدرسة لليوم الأهل بيطلبوا من العالم يأمنولون أكلوا أدوية ليعيشوا كل يوم بيومه بس كيف بدون يأمنوا مستقبل لأولادهن على المدى البعيد؟ إدارة صوت بيروت انترناشن راح تساعد عائلة كارلوس وروز متل ما عم تعمل مع كل العيال اللي عم نشوفها خلال الشهر الفضيل روز خبرينا انت ومين عايش بهايدا البيت؟ عايشي أنا وجوزي وأولادي كم ولد عندي كسم الله؟ عندي ستة وجوزي وأنا وجوزي متل كال هرجال بمصلحته ما في شغل شو بيشتغل؟ جوزي بيشتغل برادة داخلة وخارجة وهلأ ما في شغل بمصلحته عم يشتغل شو ممكن وشو ما بيجي شغل عم يشتغل بس أيام تمره أربعة شهر خمسة شهر ستة شهر اللي هني بيقعدهم بلا شغل ما قدري أمنش شغل تاني غير البرادة؟ بيشتغل مرة فلي باركينج مرة اشتغل محل حلو مرة كل ما بيشتغل بشغلي بيصير شي بيوقف الشغل يا أم الزلمي بيسكر أو هيدا وبيرشع بيعود بيرود من فترة أجاد هن أوضة راح ده هنا بس لما بتكون واحد قاعد ده خمس ستة شهر عفرت سحبي بلا شغل هيدا الشي ما بيع يعني ما بيعاملك شي أكيد أنا لو ما العالم بتجي يعني وفي أشخاص بتجي بتحسن علينا هيدا اللي بيجيب لنا خضرة هيدا اللي بيجيب لنا مونة وبكتر خير الله يعني إنه بعد نعم ده ستة أولاد مبنين أعمارهم صغيرة يعني الصغير قدي عمره عندي الصغيرة سنة وعشرة شهور وعندي شربولة خلقان بالسبعة شهور عمره ثلاثة سنين ومريجه عمره خمس سنين ومريجه عنده كمان شغلة نطق مبتحكة بدي حكيمة نطق وحكيمة نفسي لأنه احترقت هي وصغيرة ومرة كانت معنا وعملنا حادث صار عنده مثل حالة نفسية ما بقى عم بتحكي خمس سنين وبعدها ما بتحكي وبعدها ما بتحكي ولا مدرسة أصلا بتستقبلها غير في مدارس خصوصي للنطق وهول كتير غاليين ونحنا وضعنا ما بيسمح لنا بعدها هلأ ما راحت ولا مرح للمدرسة؟ ولا ولد من ولادي بالمدرسة حتى عندي ابني عنده حركة زي دي وعنده مشكلة ارتخى بظهره عنده كذا مشكلة صحية يعني ما عم بتقدر تتابعيونه عند الحكمة؟ لا أكيد ما عم بقدر لأنه كل حكيم بتروحي لعنده ويطلب لك صور وطحاليل واشياء ونحنا مش قدرتنا يعني نحنا في كتير اشياء للأكل أو حليب ما عم نقدر نقمن لهم ياه أوقات بنقطع من الكشات ما بيكون عندي كشات حفظهم أوقات من الحليب هلأ حيصر لي قداش حليبهم اللي هني متعودين يشربوا منه ما عم بقدر جيب لهم ياه يعني الولاد هلأ ما عم بياخدوا حليب بقى عمر صغيرة؟ ما عم بياخدوا حسب عمرهم هني ما عم ياخدوا شو ما بيجيني حليب دي كل مرة إجاني فلت عملوا متل تصمم عليا صاروا يستفرغوا لأنه ما عم بقدر أمن لهم حليب اللي هني لازم ياخدوه ولا الاشياء اللي هني لازم ياكلوا كمانا أنت بتعاني بمشكلة صحية؟ أنا أنا بعاني بمشاكل صحية أنا عندي ديسك، عندي فتاق عملت عملية الفتاق وقالي الحكيم إنه ما حد إذا نجحي بتنجح أول فترة بعدين إنه بترجعي بتنفتقي لأنه عندي مشكلة بالمصران وعندي مشكلة بفتاق المعدة وعندي مشكلة الديسك وعندي مشكلة بالرحم قال لي هيدول كلهم وعندي سكرة قال لي بيضغطوا على بعضهم يعني هتداوي شي بتطلع لك شي ما عم فيك إنه تداوي كل شي يعني إذا بتلاقي مثلا علاج للمصران ما حتلاقي للسكرة ما حتلاقي للديسك وكله بده إدويه قال لي أنسب شي العملية تصغير المعدة هيك بتضعفي حتى اللحم بلم لأنه قال لي لما عملتلك عملية الفتاء اللحم عم بفت قال لي كتير تعذبت لعملتلك العملية قال لي لأن لحمك من جوه كتير تعبين ما عم بيجمع على القطب لازم تعملي عملية تصغير المعدة لمن بعدها يروح على الفتاء ويروح على بيت العمليات ويروح كل شي بيرجع هو ساعاتها بيعملي عملية الفتاء من جديد ساعاتها هيك ما بيرجع بنفتق ساعاتها بيكون اللحم الميت كله المراه ما بيبقى هو حتى بيتعذب بالعملية قال لي أنت عملتية هيك على الفاضي بس ما بقى فينا ما نعملها لأنه كبرت صارت هالقد وإذا ما نعملت إذا ما نعملت بضلني هيك توجه وعم بيصير معي التهابات وعم بيصير معي التهاب دام وهيك كل مرة هيك بتوجه بياخدهم هالدقات يعني يا العمليات يا أما ما في حل يعني وأكيد ما عندك ما عندك ضمان لا عندي ضمان ولا أسيلانس ولا شي أنه نحنا مش ملاقيين ناكل بصراحة لنعمل ضمان وأسيلانس بس العمليات لازم تعمليون بحالة طارق جربتي على وزارة الصحة جربت أعتبروا لي إياها تجميل مع أنه أنا كان معي تقرير من الحكيم أنه أنا لازم أعمل هايدي العملية لأنه هي مش تجميلية هو طلب لي إياها لأنه أنا معي الفتاء حتى إذا عملت له عملية هأرجع أنفتاء وكتب لي كمان شو عندي بالمصران وكتب لي يعني كل شي وكتب لي السكر قدية عم بيكون عم يوصل معي خمسمية وخمسين وستمية وكمان رفضوا لي إياها ما قبلوا لي إياها ووزارة الصحة أعتبر هو تجميل بحال ما عملتها قلت لي شو تدعيتها على صحتك؟ يعني أنا بضلني هيك مربية بالفرشي وبتحمل أوجاع وبيخد مسكنات وهيك أنا بضلني هيك متل ما أنك شايفتيني أنا صلي أربعة أيام هلأ بالفرشي صوت بالأرض صوت بالسماء ونمهدقات هلأ ما بق عم تاخد عجسمي يعني كنت مثلا قبل أخد أربع مرات هلأ سبع مرات وثمان مرات وما عم تاخد عجسمي وقال لي الحكيم قال لي حيتوصل لوقت ما بقى حياخد المهدق عجسمي ما بقى حياخد نتيجة يعني أنه تتوقف الوجع وهلأ حتى طلبني من جديد صورة سكانر ملونة طلب لي فحوصات لأنه بدي يشوف هالورم اللي عم بدي يمد من هالمال كمان من ورا شو إذا من ورا المصران أو من ورا غير شيء وأنا بصراحة ما قادرت أعملهم يعني ولا حتى ولا حتى بالمستشفى الوزارة لأنه بمستشفيات الحكومية المكنة اللي بتحمل أنا وزني صغير أنا وزني كتير تقيل هي بتحمل أكبر مكنة عندهم مية وعشرين مية وخمسة عشر كيلو أنا صرت فوق المية واربعين طب هيدا الوقت كيف عم تقدر تقوم بالولاد يعني كيف عم بت بصراحة شحاضة مين بيشاحدنا كيس برغول مين بيشاحدنا شغلة من هون خبرية من هون لطعم أولادي وما حدا نعطاني اردت وهي أوقات بس فيه أوقات لا يعني حتى أجار بيتي صار ثلاثة شهر مكسور. وهي دا ماجاء بالرابع مع بقدل إدفعه صحب خمسمية وخمسين ألف بالشهر هلا عنتي إتنمهلي هيدا آخر هيدا هيدا الشهر إذا ما أمنت الله كatra آسوا لنا باي باي الله معكم وانت بطل ما انيك شايفي بالبات ما عندي شي نبيع لحتى انا سكر يعني اذا ما دفعت بدا تكبك تصير عادي بالطريق؟ اكيد وبالنهاية انا مبلومة يعني هيدا حقها يمكن هي عايشة من وراها البات يمكن ما حدا انا بيعرف بس انا وضعي مثلا انا قبل كنت اقدر مثلا قبل هالسنة هاي كاني صحلة شغل روح ايام اشتغل مع مرضة بالله بس هلا مبقى عم بقدر لانه شغلي فيه طعب فيني بدي احمل المريضة وبيدي حفظها وبيدي طعمية وحمامة هلا مبقى عم بقدر اشتغل لانه صحتي بالمرة يعني وحتى عندي ابني موليد الالفان وعشرة عنده مشكل انحنا بيضهره وعنده مشكل بيعمل بيبي تحته حتى بستعمله حفظات بالليل اوقات مفي حفظات شو السبب بعمر 11 سنة عنده ارتخاب الظهر وعنده انحنا بيضهره يعني عنده مشاكل صحية وحتى عنده حركة زيدي شو علاجه؟ علاجه في حكيم بالزلقة بيعمله جلسات لقله لضهره بيبطل يشيخ تحته بيبطل عنده انحنا بيضهره بس جلسي ورا جلسي بس ما قدرت ااخده حتى كشفية ما قدرت ااخده لعنده قدام هالوضع السيء كرس بسم الله عندك كلها الولاد وعاطل عن العمل احنا حسب بيبطل مشوف وان الله بيرزقني بيش ايه بجيب حتى منزبقلي مره لما انا باكلنا وابدا مستحى وانا بستحى هي مرنا قصة مستحى يعني هو الوضع على الاقتصادي جداً سيء بالبلد انه اللي خايف منه انه ما خايف على شي انه مدامتي انه منعيشوا بس هالوضاد مصغروا بعدان يعني تشجيل ما قادر سجلهم بعد بالمدارس حتى على الهويات ما قادر سجلهم بعض ما عملهم هويات رسمية وانو طالبين مني بفسد دي انا ايه مفسد واني معقلة ما قادرتي انت قبل كنت اشتغل وكيف يا ربك قادر عمبتك كنت اشتغل بالقبل كان ما احلاني يعني كان شغلي ماشي من 4-5 سنين تحريباً بس لما صارت البلد كل ما لها وارا كل ما لها وارا نقول الحمد لله وماشي الحال ودبرنا الله وعايشين عايشين وصلت معي مرحلة خلاص يعني اجيها بصراحة يعني واني وصلت للموت للانتحار مفراني معي بقى بس رجعت انو طلعت ايك انو عندي ولاد صغر شو زنبن هالي انو انا كلب اهمني انو الولاد هالي يتعلموا ويكونوا احسن مني واحسن معاني البيت واحسن من العيش اللي نحنا عايشين وعني مطالب اكتر من هات اكلنا وشربنا من 9 شهر كنت اشتغل بالي بمطعم بالي باركين ليش تركت الشهر طلع الانفجار اختربت الدنيا تحت موافين عنا شور انفجار 4 قاب اي وقفونا من الشغل يعني خلوا واحد بس كنا تقريبا شو 15 واحد عمشتونا وقفونا كل عيثنا خلوا شغل واحد يعني عرخص شي بيناتنا هول انو ما عندو عائلة ما عندو حدا من بعدها جربت انك تفتش على شغال وما توفقت ما كنت توفقت يعني يشتغل شوية هون شوية هون طلع له هيدا شغلة يعطيني يعني هيك من شغل ثابت ما عطلات طيب صاحبة الملك عم تقول اخر الشهر بتضل اجار او بتصير او او بتصير او او منزير بالطريق يعني جربت تحكي معتا والبالة بعض اكتر احكيت معا مادامك وهادا معا وعادتنا مهلي لها اخر الشهر خلاص انو بكم تفضلوا وتفلوا فيش محال تروحوا عليه بهيدا الحالة قدي انت هيك عندك هيك حرقة كبيرة انو انت قبل كنت عايش مش عم نقول مرتاح بس انو عالقليلة ساتر حالك وساتر عائلتك اليوم بسبب الظروف ياللي وصلونا لقالة سياسية انت اليوم عم بتعاني ومهدد بانك تقعد عالطريق مع ستة ولانت ومدام مريضة شو بدي لك يعني لا تدمير مثل ما بيقوله حالتي حياتي انو تدمير ما فيشي يعني الكلمة بتطلعك بالولاد بقول فيه عمل لا قدام هيكيها بصراحة انا ولادي اللي ممرتي اللي مخلييني بعدني صابر لا هلا أو ساكي جربت تنتحر؟ جربت كذا ماذا بس في مسؤولية عليك يعني هيدا القرار اللي اخدته ماذا هرر رس ما زبت عادة ما زبت تكرمالها الولاد مش كرمالي احكيد واخر شي اللي اعتنعت بها الشي انو هاك الله بده يعني ما بده يعني انو روح هاك ويجتم عالطفاله والمو اكتر من هاك حول وحاولوا كتير ناس اجوا انو يجوا يساعدونا واك بس فيه مكابل انو ياخدوا ولد من الولاد انو بحج انو اني قبل يساعدوا مني انو انو اني بدني عملوا هيدا بس قبل ياخدوا الولاد قلت لهم ما بدي مساعدتكم ولا بدي شي منكم بياني انا نعم على البلاد وااكل خبزي حاف بس ابني ما يلوح من حضنة ولا بنتي هلأ موجوعة مدام هلأ بنشت نوبة الوجع راح المسكن بصراحة في شخص من يومان اجا بيعرف جاوزة وشافني كتير موجوعة راح عمل اياهن ادوية الوجع كلنن وقلا كنت مقطوعة مننن حتى ادوية الوجع حتى ادوية الوجع حتى دوا السكري كذا مرة انقطع منو في شخص الله يخليله عيلته وأهله يعني لو ما هو يجي بالوقت المناسب ويجيب لي اياه يكون واصل معي السكري ستمية ستمية وعشرة اضطر اعمل هو بالجمعة ابري انا اضطر اعمل بالجمعة ابر تام لينزل السكري لانو انا مش كل ادوية السكري بتناسب جسمي يعني الانسولين العادي انا بيعمل لي حساسية وبيعمل لي التهابات وفي ادوية كتير وحبوب جربنا انو تعطينيهم الحكيمة كمان ومش الحال غير ع هيدول الابر وهول الابر غاليين مشان هيك مش كل الاوقات عم بقدر اقمنهم بس في شخص عم يقدر اوقات يقمن لي اياهم كتير خيره هلأ صار لي شيء تقريبا شهر مش مقطوعة منهم بس قبل كنت انقطع منهم كتير يعني اليوم الاولويه انك تعمل هيدا العملية لتخلص من هول اوجه بخلص من كل شيء بخلص من الانجواع بخلص من الادوية بخلص من كل شيء ترجع فيك ترجع عالشغل كرميلا فيني ارجع عالشغل فيني ارجع عامل شيء لعيلتي فيني قوم بولادة انا ما عم بقدر قوم حتى بولادة يعني انا هلأ صار لي اربعة ايام هني عم يخدموني مش انا عم بخدمون لانه ما عم بقدر اوقف عجرية من الوجع نهائيا يعني حتى من يوم بارح اولت مبارح ما قدرت تفوت على الحمام اقضي حالي لابين ما اجوا شالوني كنت انا هيدا هالولاد يعني قلتيلة بنتك بعدها هلأ ما بتحكي لانه تأثرت باللي صار معها وكمان هن صغار يعني عم بشوفوا كل هالقصص قدامهم وعم بشوفوا وجعي وعم بشوفوا مرضي يعني انا مبارح قولت مبارح انا من كتر الوجع عم صرخ اخ عم قل له يا رب دخيلك انه يا ريحني من وجعي يا خدني تعبت من الوجع ما بق قادرة قامت نطت بنت اللي ما بتحكي التارية قاعدة فوق راسي قال لا ماما انا موت وراك بكتني موت عياد طلون طلون طلولة برا ما بدي تشوفني انه انا عم بتوجع هيك يعني عم حاول قدمى فيني قدامهم هادا الشي بأثر علينا نفسيا كتير وواضح يعني بس انا ما عم بيحل عني الوجع يعني انا بتمرق معي ثلاث ايام اربعة ايام ايام اسبوع مرة ضليتني شهر وجمعة انا متل ما شايفتيني هلأ انا بالفرشة اخر شي وصلت المواصيل وحطي لي حفاظات حتى عطولات ما بقدرة امت خالص ومن كتر الادوي صار معي التهاب دام رجعوا فوتوني بقيت بمستشفى الحريري 27 يوم لا حطي شلولي التهاب دام لا حطي شلولي التهاب دام نحنا بمناسبة شهر رمضان بقسم صوت بيروت انترناشنل مساهم مالية لقلكن بارسيك لقون زوء يعني تجبرون شوية اكل الغراض ما بعرف تحمل عليك كبير يعني ويلك الاجار وويلك يكلوا وويلك يشربوا ما بعرف شوك تعمل حتى المدام يعني وضعها الصحي كمان سيء وان شاء الله بس تنعرض الحلقة يجي مساعدات وعلى أمل تعمل العملية اكيد ان شاء الله يا رب انا بدي اشكر صوت بيروت انترناشنل بدي اشكر اي شخص وقف حدي او حتى اللي ما قدروا يوقفوا حدي كمان بدي اشكرون ما رح بقى انطول عليك مبيان قديشك موجوعة ان شاء الله بتعمل العملية وبتقوم بالسلامة وتقفى حد ولادك ان شاء الله يا رب رمضان كريم مرسو مرسو قديش في عيال متل عيلة كارلوس وروز كانوا عم بيعانوا من الوضع الاقتصادي الصعب وايجا تفجير مرفق بيروت خسرون الشريان الوحيد اللي كانوا يعيشوا منه وما اجا مين يعاودلون الشغل لان بكل بساطة ما حدا بالسلطة سئلان انفجار بحجم اللي صار هز الكرة الارضية الا دمائر المسؤولين للا تاريخ اليوم ما صارحوا لبنانيين بحقيقة اللي صار اللي عمين قول معاناة مجتمعنا وبذات الوقت يدوي على تقصير السلطة بحق المواطنين اشتركوا في القناة